مرحبا يا شباب يا حلوين كيف حالكم؟ اليوم فيه موضوع بتحكي عنه فيه ثلاث جنسيات عندهم مشاكل هنا في سلوينيا لو قرروا أنه يعني يفتحوا شركات المشكلة وين بتصير؟ المشكلة بتصير في حساب المنك الشخصي أو حساب الشركة في ثلاث أو أربع جنسيات يعني ممكن تصير معهم هذه المشكلة الجنسية الأولى اللي هي طبعا من أصعب الجنسيات حاليا جنسية السورية واليمنية والعراقية والليبية والفلسطينية طبعا هي يعني معروفة أنه من زمان الفلسطينية عندهم مشاكل على أساس أنهم يفتحوا شركات هنا في سلوفينيا من الأساس المشكلة بتصير لما أنك تيجي بتفتح شركة بدك تيجي تعمل حساب بنكي بتروح للبنك بقولك بدنا صورة عن جواز بتبعك نحن أعطيهم صورة بقولك ننتظر علينا يوم أو يومين للرد وبعدين ممكن يعطولك رفض فإذا أجاك رفض صعب أنه البنوك التانية تفتح لك هذا في حالة اللي هو حساب الشركة أحيانا اللي بيصير عندنا أنه ممكن أنه تفتح حساب الشركة يعني تلاقي واسطة أو بدون واسطة يعني فتحوا لك حساب وتروح على يعني توظف نفسك وتأخذ الإقامة وكل الإجراءات لما تيجي توظف نفسك وبدك تأخذ تعمل حساب شخصي يعني فبدو كون في عندك عشان توظيف تستلم الراتب بدو كون في عندك حساب في بنك فحيصير عندك مشكلة صار في عندنا مشاكل مع أصدقاء سوريين فتحوا هنا شركة والشركة سكروا لهالحساب عشان صاحبها سوري بعدين اضطر يقولها على اسم واحد هو بيثق فيه تمام ووظف حاله في الشركة وفتح حساب شخصي جعد الحساب الشخصي تقريبا حوالي شهرين أو ثلاثة بعدين سكروا لي فاضطر أنه يفتح حساب خارج سلوفينيا وماشي أموره يعني فاتح حساب في تركيا وماشي أموره طبعا الشخص اللي أنا بحكي عنه هو عارف أنه بحكي عنه فبس بعطي المثال بتابعه علشان الناس تانيين يعني يفهموا إيش يعملوا فالناس بتسألني أحيانا من سوريا أو العراق أو اليمن أنه أنا بدا استثمر في سلوفينيا مشكلة حسابات البنكية ما في حدا بضمن لك أنه حسابك يظلوا مفتوح هنا في سلوفينيا ممكن الشركة اللي هي المسؤولة عن البنك يعني أو المشغلة للبنك تلغي حسابك وبدون ما يقدموا لك أي أسباب فهذه النقطة بتكون حذرين منها أنه لو إنسان يعني لا سمح الله صارت عنده المشكلة هذه بدوا يلاقي حساب يعني خارج سلوفينيا زي ما عطيت مثال ممكن في تركيا أو في البلد اللي هو مقيم فيها البلد اللي خارج سلوفينيا ممكن يفتح حساب بنك فيها ويسجلوا يسجل الحساب هذا داخل سلوفينيا بس هتكون في مشكلة في موضوع الحوالات يعني أنت تصور كل شهر نفترض أنت مثلا مقيم في اليمن وبدأك تروح تفتح حساب شخصي في اليمن فبدأك تصير كل شهر تحول راتبك من سلوفينيا لليمن ففي عندك تكاليف تحويل الأمور زي هيك هذه يعني مشكلة هذه المشكلة اللي الناس تسألني أوكي أنت ليش ما بتردش علينا أو مثلا أنا من اليمن وحابب أفتح شركي وكذا في واحد شخص يمني صارت معاه مشكلة أجى راح لشركة هنا نقول محترمة بين قوسين فتح عندهم أو بس وقع معهم عقدة أساسا أنهم بدهم يعملوا الإقامة من خلال الاستثمار تفاعلهم 5000 يورو ولما نأجوا عند حساب البنك قالوا له أنت يمني إحنا ما بنقدرش طب راجعوا لي الفلوس لا أنت وقعت معنا أنه إحنا مش مشكلتنا أنه جنسيتك يمني والكلام هذا فكونوا حذرين في الموضوع هذا حسابات البنوك بتعمل مشاكل اللي هم للجنسيات الأربعة هذه البنوك يعني عشان قوانين الإرهاب وقوانين غسيل الأموال والأمور هذه بدققوا على الجنسيات هذه أي واحد عنده سؤال بخصوص حسابات البنوك للشركات وللأشخاص ممكن يبعت لي أو برجع بكرر أنه اللي مثلا واحد من الجنسيات هذه فتح شركه وصارت عنده مشكلة أنه يفتح حساب للشركة أو حساب شخصي في سلوفينيا بده يدور على بلد تاني تفتح له حساب خارج سلوفينيا ويسجل الحساب هذا اللي هو بفتحه ويسجله في دائرة الضرائب في سلوفينيا شكرا لكم على المتابعة ما تنسوا الإعجاب وما تنسوا أنه تمنوا مشاركة وما تنسوا أنه تفعل الجرأس عشان أي فيديو جديد من عندنا يوصلك واليوم كنت أصور لكم من بره الجو توقعت أنه يكون حلو بس كان في مطر فمتأسفين هنعمل لكم فيديو تاني يعني قصص وخير ريف سلوفينيا شكرا لكم مع السلامة